هنتكلم دلوقتي عن طريقة عمل مودلينج للأعمدة الخاصة بالمنشأ بتاعي وازاي ان انا احدد المنسيب اللي هي بتبدأ وتنتهي عندها اول حاجة هنعملها دلوقتي احنا كنا وصلنا لن احنا عملنا السيميلات في اخر فيديو هيتبقى عندنا ان احنا الاعمدة او رئاب الاعمدة اللي موجودة في الاساسات اللي احنا عملناها تطلع معانا للمنسوب بتاع الدور الاول لو رحنا على الساوز فيو مثلا المفروض ان انا اني بنعمل مودلينج اسكنسترابت او اسبلت زي ما بيتنفذ في الموقع بالزبط فيبقى الجزء الخاص بعد ما تعمل رئابة الاعمدة بتبقى مجرد اشاير بس وبعدين بتبدأ تصب عليها العمدان لغاية منسوب اول دور او اول بلاطة فاحنا اللي احنا هنعمله ان احنا هنجيب العمدان دي كلها الخاصة بالجونت او الشغل المودل اللي احنا شغالين عليه ونرفعها من المنسوب اللي هو رينفورسمت كونكريت لغاية الفيرست ليبل اللي هو موجود اعلى منسوب اللاند ليبل بتلاتة متر وعشرين سنتي طيب اول حاجة هنعملها لو جينا مثلا على العمود زي ده نتكلم عن الخصائص بتاعته شوية اول حاجة عندنا هنا في البيز كونسترينت لما نروح على البروبرتز بالت هتلاحز ان الكولم لوكيشن بيجيب لك كي واحد اللي هو تقاطع المحورين كي او الجريد كي مع الجريد واحد وبيقول هنا ان البيز ليبل او المنسوب او المستوى اللي هو مرتبط بي من تحت من الجزء السفلي ليه هو اسمه زيرو سيفن رينفورسمت كونكريت اللي هو الليفل ده وبعد كده البيز اوفيت اللي هو بيبقى عبارة عن ازاحة للجزء السفلي من العمود بمقدار موجب هيطلع فوق المنسوب ده او بمقدار سالب هتنزل تحته يعني لو قلنا مثلا ده كده هياخد مية مية ميلي قدي له الامر ظهرت لي هنا ايرو صغير الايرو ده ممكن ان انا اتجاه له ببساطة هو الفكرة هنا انه بيقول لي ان العمود مرتبط بقعدة مسلحة ما ينفعش ان انا افصله عنها طيب الريفت هنا عمل ايه حرك الاعدة نفسها مع العمود زي ما قلنا ان البرنامج فيه محرك زاكي بيقدر يفهم اللوجيكس او الاسس المنطقية اللي احنا لازم نشتغل عليها واحنا بنعمل مودرينج للمنشأ يعني ان انا مثلا عندي عمود لازم الاعدة المسلحة تبقى تحت العمود ما ينفعش تبقى فوقه وفي نفس الوقت ما ينفعش الاعدة تبقى منفصل عن العمود فهنا زي ما احنا عملنا قال ان لما زودنا دي البيز اوفست بالموجب عملناها مية ميلي يعني عشر سنتي هتلاقي ان العمود بالقعدة اتحرك فوق المنسوب بتاعه العشرة سنتي هتأكد من دي ازاي ان انا ممكن اجي اقسها باداة الميجر تول هتلاحظ هنا مية ميلي بالزبط تمام طيب ارجحها زي ما كانت اجيب العمود تاني وبخلي دي صفر واضغط اوكي عشان الاعدة تتحرك تاني مع العمود طيب بعد كده عندي الـ top constraint اللي هو 00-level او land level اللي هو العمود الجزء العلوي منه مرتبط بالليفل اللي هو الـ land level ده وهو الـ top offset بتاعه بـ 0 بحيث انه هو لا يطلع فوق الليفل او ينزل عنه نفس الفكرة بالنسبة لجزء اللي تحت لكن هنا طبعا ما فيش قاعدة فبالتالي العمود هيتطلع ويتحرك بسهولة لو كتبت هنا ميت ميلي هيترفع فوق منسوب الجزء العلوي بتاعه او توب كونسترين بمقدار الميت ميلي ولو عملتها نيجاتف مثلا مية وخمسين ميلي بحيث ان هو ينزل تحت الليفل بمسافة مية وخمسين ميلي ده اللي هيحصل بالزبط خلي بالك ان العمود اللي احنا شغالين عليه دلوقتي هو العمود اللي باللون الازرق العمود التاني ده عمود وراه مش مش هو اللي احنا شغالين عليه فبرجع دي صفر تاني بعد كده عندي خاصية الموف ويس جريدز اللي هو بقول للبرنامج ان العمود ده ممكن يتحرك مع الجريد لو انا مثلا حركت الجريد اللي فوق الجزء العلوي هيفضل مرتبط به الليفل ده فبالتالي هيتحرك معاه بالنسبة للجرون باوندينج اللي هو بحدد له اذا كان العمود ده هيبقى جزء او ركن في غرفة ولا لا بعد كده الستراكشر الماتيريال ان في انا شغال ان انا بحدد الماتيريال بتاع العمود بتاعه من خلال ان انا بضغط هنا على الزرار الصغير بتاع المور بطن بحيث ان هو يفتح لي الماتيريال بروزر واقدر ان انا اختار نوع الخرصانة المناسبة او المادة المناسبة اللي انا بشتغل عليها سواء مثلا اذا كنت بتعمل عميدة ستيل او شغل خشب او خرصانة كاستن بلايس مثلا فاحنا هنا هناخد دخال الخرصانة اللي هي كونكريت كاستن بلايس ام بي اي خمسة تلاتين ام بي اي تمام طيب شاور على العمود تاني عشان هكمل بقية الخصائص عندي بقى الجزء الخاص بال ان انا بعمل الاناليتكال موديل بحيث ان هو يظهر لي الاناليتكال موديل بتاعي في الخاص بالعمود او مسار الحمل اللي هيمشي جوه العمود وهنا اعدادات الكفر دي مش هنستخدمها دلوقتي دي هنحتاجها لما نيجي نعمل التسليح بحيث ان انا بحدد اه كمية الكفر الخرصانة اللي انا هحطه حوالين اه حديد التسليح اللي انا هحطه جوه العمود ده هنا في اه برامتر او هو نان يوز برامتر اللي هو اسمه في الجزء الخاص بال هنا بيجيب لك في حجم العمود طبعا ده الحجم بتغير على حسب ما احنا بنعمل الموديل بتاعنا يعني طبعا لو زودنا العمود ده خلينا ارتفاعه يبدأ من منسوب ده لغاية مسلا منسوب الفيرست ليفل كده هجيبه عند الفيرست ليفل هتلاحظ ان الحجم بيتغير طبعا عشان يزيد معاك ويجيب لك الحجم انه الجديد هرجع ده زي ما كان بعد كده في هنا مجموعة الايدنتيديدات ممكن ان انا احط كومنت او ان انا اعمل مارك معينة او احط اي بيانات انا عايزها عن العمود ده او اي ملاحظة طيب بروح دلوقتي على سري دي فيو انشان اجيب كل الاعمدة اللي عندي مرة واحدة واعمل الويندو سليكشن بعد كده بطبق فلتر واضغط تشيك نان وبعد كده بجيب استراكشور الكولم واتأكد انه هما تسعة واربعين عمود واضغط اوكي يبقى انا كده اخترت الاعمدة بس فبالتالي قادر ان انا اتعامل معاها لاحظ حاجة ان احنا دلوقتي عندنا اظهرت لنا برضو مجموعة من الخصائص في البروبرتز بالت اول حاجة هنا عندي العناصر السليكتد اللي انا اخترتها اللي هي هنا هيبقى عندك طبعا الانريتكال كولمس اللي هي الهيكل التحليلي الخاص بالاعمدة كلها مع بعض وهنا الستراكشور الكولم ودي اللي انا شغل عليها هنا بيظهر لك في قيمة الخصائص كل الخصائص المشتركة ما بين الاعمدة وبعضها وطبعا لو القيم بتاعت كل برامتر او كل متغير القيمة بتاعته هتفضل مشتركة ما بين الكل لو هي لها نفس القيمة يعني مثلا لو انا عندي آآ العمدان دي كلها ليها نفس فبالتالي هيظهر لي هنا القيمة دي لما لو عندي عمود مسلا ليه بتاعه آآ رينفورسمت كونكريت والعمود التاني ليه مثلا اللي هي فبالتالي هيظهر لي المربعة ده فاضي دي برضو حاجة من الحاجات الجميلة في ان هو بيظهر لك الخصائص المشتركة في آآ القيمة الخصائص هتلاحز هنا مسالة اللي انا بقول عليه دلوقتي ان احنا عندنا زهر لي الخانة فاضية طيب ده ليه لان الاعمدة كلها واخد نوع من الخرصانة اللي هو ده اللي برضو هنتأكد منها دلوقتي بنروح على اي عمود هتلاحز هنا اسم بتاعته في حين ان في عمود احنا كنا اختارناه وكنا عدلنا الخرصانة بتاعته كانت آآ خمسة وتلاتين تقريبا هو العمود الطرفي ده تمام هو العمود ده فبالتالي اصبح عندي مجموعة مجموعة من الاعمدة انا مختارها لكن في عمدة منها ليها خصائص مختلفة عن التانية فبالتالي هيظهر لي الفيلد ده او القيمة دي فاضية فهعمل زي ما عملنا تاني ان احنا اختار الاعمدة طبق الفيلتر ويجي على العمدان واجيب وافتح الماتيريال براوزر علشان اقدر ان انا اختار المادة اللي انا بحتاجها واضغط تمام هتلاحظ بقى لو شاولت على اي عمود دلوقتي ان احنا عندنا هي طيب بعد كده هختار العمدة تاني او افتح مسلا معاها بحيس ان احنا هنشوف الاثنين جنب بعض تمام هنا نفس الموضوع اختار كل العناصر اللي عندي وعمل فيلتر واخد الاعمدة بس زي ما قلنا هنا انا عايز ارفعها لمنسوب الفيرست فلور بعمل دي فيرست فلور واضغط او اضغط ابلاي تحت او مجرد ان انا ابعد الماوس عن البروبرتز بالده هينفز للامر طيب لو جيت هنا في الساوز فيو هتلاحظ ان الاعمدة كلها بدأت من المنسوب اللي هو رينفورسمت كونكريت زيلو سبعة طلع معايا لغاية منسوب الفيرست ليفل طيب انا محتاج ان انا اكرر الكلام ده بالنسبة لباقي الادوار علشان خاطر ان انا اقدر اعمل الموديلينج للاعمدة كلها الخاصة بالمنشأ بتاعي طيب الكلام ده بيتعمل ازاي انا المفروض عندي ان انا دلوقتي يلاحظ ان احنا عندنا هنا عمود او العمدان دي كلها بدأة من منسوب رينفورسمت كونكريت لغاية الفيرست فلور انا بقى عايز استخدم العمدان دي بحيس ان انا انقلها من الليفل ده للليفل ده بس طيب اعمل ازاي اول حاجة بجيب الاعمدة كلها برضو وهنستخدم حاجة كويسة برضو ان احنا نوفر علينا بدلا ما كل شوية نقط نختار الاعمدة اختار الكولمز بس الاول مرة اخيرة وباجي من قايمة السليكشن واقول له سيف سليكشن احفظ لي الاعمدة دي بحيس ان انا وقت محتاج ان انا اختار الاعمدة كلها او عايز اعمل تعديل على الاعمدة كلها في مكان معين بقدر ان انا اضغط او لود بحيس ان انا اجيب الاختيار ده تاني وليكن مسلا هنكتب الفيرست كولم واضغط اوكي لاحظ ان احنا بقى عندنا كده كل الاعمدة اللي موجودة في الموديل قدامي دلوقتي محفوظة في البرنامج باسم الفيرست كولم ممكن ان انا اعمل لها من خلال قائمة واروح على سليكشن واعمل لود سليكشن هنا هتظهر لي قايمة فيها كل العناصر او كل السليكشن ستس اللي انا اعملتها لو شاورت على الاف كولم او الفيرست كولم اضغطت اوكي هيختار البرنامج عندي هيختار لي الاعمدة اللي انا اخترتها اقدر ان انا اطبق عليها اي تغيير براحتي طيب هنستخدم اداة دلوقتي اللي هي الكوبي الفكرة دلوقتي الاول قبل ما نبدأ ننفذ العملية ان احنا هناخد الاعمدة من هننقل الاعمدة دي كلها بحيث انها توصل من المنسوب التاني لغاية المنسوب التالت الاول وهنتكلم وهنعرف لي دلوقتي فهعمل اي دلوقتي هاخد الاعمدة كلها كوبي من خلال الضغط على زرار الكوبي اللي موجود في البانل اللي اسمها كليب بورد واختار البيست اضغط على السهم الصغير وبعدين اختار انا بقول له انسخل الاعمدة اللي عندك دي كلها لغاية منسوب معين او عند منسوب معين احنا قلنا ان احنا عايزينها من الدور التاني يبقى اختار السكند ليبل واضغط اوكي تلاحز ان الاعمدة كلها هيتعامل منها نسخة تانية وتطلع ليه اللي هو التاني تمام لاحز حاجة احنا عندنا الاعمدة دي كلها الجزء العلوي منها عند الليفل اتنين وجزء السفلي منها موجود تحت الليفل واحد كمان يعني حتى مش بادئ هنا هو اخد افست بمقدار ستميت ميلي لان دي الاعمدة اللي احنا نقلناها من الاواعد فبالتالي هي جايب المسافة ما بين الليفل ده والليبل ده زائد جزء السفلي اللي هو رقبة العمود اللي غايت لما توصل الى الاعداء فبالتالي انا محتاج ان انا اغير الباس كونسترينت او محتاج اغير الجزء السفلي بتاع العمود اقول له انت لازم تقفلي عند الليفل ده عند الليفل اللي هو الفرست List فبالتالي انا بقول هنا عند الفرست البيز ليبل باختاره الزيل واحد فرست ليبل وبعد كده بضغط زيله في الافست علشان العمود يبدأ من الليفل على طول ما ينزلش تحت منه يبقى انا كده تمام الاعمدة كلها عندي اهيه واصلة على المنسوب بتاعي اللي هو الفرست ليبل وهكذا على كل العمدان بطريقة سهلة وبسيطة دلوقتي محتاج ان انا انقل الاعمدة عند الدور الثالث وعند الدور الرابع كمان فاختار كوبي واختار عند السيرد فلور والفولس فلور وضغط اوكي اصبحت كده عملت كل المودلينج للأعمدة الخاصة عندي بالمنشأ بتاعي الاعمدة الخاصة اللي بتبدأ من منسوب الاواعد لغات منسوب الدور الاول دي طبعا احجامها مختلفة وارتفاحها مختلف وبعد كده الاعمدة الباقية هتبقى متساوية في الارتفاعات والاحجام لانها اعمدة دور مكرر بتبتدي من الليفل مثلا زيل واحد بتنتهي عند التاني وهكذا لغاية ما توصل لجزء الاخير من المنشأ بتاعي لو قفلت دي دلوقتي وفتحت 3d view بحيث ان انا قدرى اشوفه الموضوع افضل ايدي الاعمدة اللي انا عملتها للمنشأ ككل هقفل الشادو بحيث ان هو يوفر معي شوية في زحمة الرسمة هنلاحظ هنا حاجة المنطقي او الطريق التنفيذ الاعمدة في الموقع طبعا انا ببعملش عمود بيوصل من الدور الارضي مسلا لغاية الدور الاخير مرة واحدة طبيعي ان الاعمدة بتتعامل كل دور فبالتالي لازم ان انا اعمل مودلينج للاعمدة كل دور فهتلاحظ هنا مسلا لو خدنا العمود الطرفي ده عندنا الجزء ده التي هو العمود الواصل من منصوب الاواعد لمنصوب الدور الاول وبعد كده العمود التاني واصل من الدور الاول للدور التاني وهكذا مع العمود التالت من منصوبпарاط للرابع ومن الدور لبداية الرابع لغاية اخر ارتفاع العمود بتاعنا ويبقى احنا كده عمالنا مودلينج لكل الاعمدة اللي احنا بنشتغل عليها الفيديو جاي ان شاء الله هنبدأ نتكلم على البلاطات بتاعة كل طبقة من الادوار اللي احنا هنشتغل عليها هنعمل بلاطة الدور الارضي وبلاطة الادوار المقررة وبعدها بالتتابعة ان شاء الله هنبدأ نشتغل لن احنا نعمل الكاميرات الخاصة بالبلاطات اللي احنا او خاصة بالادوار اللي احنا هنشتغل عليها.